أهلاً وسهلاً بكم في حلقةٍ جديدةٍ من أسرار شرق وسطية هناك مفاوضاتٌ لوقف إطلاق النار في واشنطن مهدت لها واشنطن بفتح تحقيق حول استخدام القنابل العنقودية في كرباخ وأيضاً إعلان أن صفارة تركيا علقت لأن هناك أعمالٌ إرهابية محتملة في تركيا كل هذه ضغوط على تركيا لأن المهم جداً هو هذا الذي صنع الفارق في الخرب وهي الطائرات بدون طيار وهذا ما عليه إجماع غربي وشرقي ومن كل مكان وهذا الفارق العملياتي الذي أحدثته الدرون التركي المسألة الثالثة هو عندما نجد على أن محاولة جعل الدرون المقنبل بـ 250 كيلو جرام على أساس أنه هو نفسه داخل ما يسمى بالقنابل العنقودية ويجرى التحقيق على هذا الأساس ولو ليس لديه أصل ولكن التحقيقات بدأت بدأت في قضية استخدام القنابل العنقودية رغم أن المسألة تتعلق بأرمينيا واستخدمت لمرتين ولكن بالنسبة للعشر غارات فهي لا زالت متواصلة والبير قدار لا زالت تواصل اليوم قصفها بالشكل الكامل لجميع المناطق واستعيد نفس الحرب مرة ثانية لأن بالنسبة للوساطة الأمريكية هي أمام وساطة روسية فعندما بدأت الوساطة الأمريكية كان ضروريا أن تكون هناك الوساطة الروسية التي يريدها الكاراخيون وإقليم النكورني كرباخ وأيضا بنسبة للآذريين وهذه لعبة لأن رئيس الإقليم أرسل اليوم إلى بوتين بضرورة وقف إطلاق النار وأنه هو الوحيد وهذه الرسالة التي أمامكم وأنتم الوحيدون والطرف الوحيد الذي يمكن وصول إلى وقف إطلاق النار وأيضا بالنسبة لتعامل بوتين عندما قال نحن لسنا على وآم أو على تطابق لسنا متطابقين في الرؤية مع تركيا لكن في نفس الوقت فالكل يريد إسقاط الوساطة الأمريكية الروس الناكورني كرباخ وأيضا الأتراك الذين رفضوا هذه الوساطة إذن الثلاث كلهم لا يريدون هذه الوساطة الأرمن يتخوفون من الخروش على المظلة الروسية وبالتالي فالضغط كان من الأمريكي على التركي ليس هذا فحسب إنما هناك ترتيبات أخرى للضغط تواصلت مع التدقيق حول بعض المدفعية أنواع من المدفعية التي صنعت بترخيص من الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا وأيضا الشركة أو التقنيات الفضائية هنا يكشف الأمريكيون شيء خطير جدا هو لماذا لدى بير قدار هذا الامتياز لأن البير قدار حسب آخر تقرير أمريكي للسي آي فإن هناك تكنولوجيا فضائية في قلب بير قدار اليوم يكتشف جزء من السر الذي حدث ليست القوة أبدا كما في الشركة الكندية مع الكاميرا إنما اليوم يكتشف بالتقنية الفضائية التي لدى شركة في كاليفورنيا فيا سات في كارلس باد في كاليفورنيا وهنا يحدث شيء خطير للغاية إذ سنجد مباشرة أننا أمام أمام محاولة لحصار إيران في هذه اللحظات لأن بالنسبة إليها فالأمر يتعلق بإليكوبتر بمروحية حوصرت في المنطقة لتأكيد على أن هناك تعاون ما بين كل من إيران وما بين حكومة أذريبيجان إذن هناك تحرير كامل للحدود كما هو معلوم بين كارباخ وإيران في أكدنب وهي تابعة لزانجيلان وفي زانجيلان هذه التي حررت بعد أيام وجدنا أن آخر نقطة هي في هذه المنطقة لكن بالنسبة للأرمين يعتقدون على أن نهر أراكس لا زال جزء منه تحت قيادتهم وبالتالي فالمسألة هنا تذهب باتجاه آخر هو محاولة الجميع المخاطبة مخاطبة الأمريكيين من خلال إيران فالآذريون حاولوا أن يحرروا هذا الشريط الطويل بين نقورني كارباخ ومن بين إيران قبل الوساطة التي سيجريها الأمريكيون وبالتالي فمحاصرة إيران لا مشكلة بالنسبة إليها كذلك الشأن بالنسبة لأدواتها ومروحياتها فهناك مروحية اليوم هي تحت حصار المقاتلين كارباخ لاتهامهم إيران بأنها كانت متواطئة مع الآذريين وهنا نفتح قوسا لنؤكد على أن مسألة وجود ولا قطعة سلاح واحدة إيرانية لدى لدى الأرمينيين لأن الأرمينيين مشبعين بالأسلحة الروسية المتقدمة ثانيا أن بالنسبة لتصدير السلاح كان غير ممكن لأن أمامها أمامهم الحليف الروسي في أرمينيا وأمامهم الحضر الذي كان إلى أيام الحضر الأمريكي ضد تصدير وتوريد السلاح نحو إيران إذن المسألة هنا ليست ليست مذهبية أو طائفية المسألة كما نقل التارت عربي مثلا أن الأذان سمع والاستقبال سمع من الجانب الإيراني عندما دخل الآذريون لأن الآذريون شراكاء في الدين والمذهب والطائفة وفي كل شيء مع الإيرانيين إذن المسألة بالنسبة لماذا إيران لم تدعم الآذريين لسبب بسيط لأنها أولا تحت الحصار ولا يمكن مواصلة يعني أنها ستمسوا سيكون هناك استنزاف كأنه الحرب العراقية الإيرانية مرة أخرى وهذا ما يريده الغرب يريد إشعال حرب مع إيران لاستنزاف كل قوتها وتكنولوجيتها وهذا هذا الذي يخلقها بالنسبة لهم لا بد من تكرار الحرب العراقية الإيرانية لإعادة القمقم الإيراني وربما تغيير نظامه هذا أساسي بالنسبة للأمريكيين وبالتالي فالإيرانيين يعتقدون على أن الأمر لا يجب أن يكون بين آذريين وبين الإيرانيين حتى لا يتهم الآذريون أيضا ويصبح جبهة شيعية ومسيحية وهذا سيخلق إشكالا كبيرا ستدفع إيران ثمنه غاليا للغاية وسيكرر نفس ما حدث في الحرب العراقية الإيرانية كما يود ترامب وإدارة ترامب تحديدا أن يكونها لذلك فلا قطعة السلاح الإيرانية واحدة وعندما ندرك على أن خمسين طائرة درون كلها دمرها كل ما هو إسرائيلي فوق سماء أو قرب سماء إيران يدمر بالكامل كل درون إسرائيلي خمسين طائرة بدون طيار كلها هذا المصدر بالتحديد هو أرميني أرميني هي التي قالت بأن هذه الطائرات قبل اكتشاف أمرها وقبل تصويرها كانوا يعتقد أن خمسين طائرة بدون طيار تركية هي التي أسقطتها إيران لكن الحقيقة أن الطائرات الأرمينية كلها التي نسبت في الجنوب أغلبها أسقطها الإيرانيون وهذا الذي يجب أن يتأكد منه الجميع لأن أصبحت الآن حقائق على الأرض الأمريكيون اللعبة قبل اللقاء كان هناك الآذريون الذين دخلوا على الخط باتجاه إيران ربما بمساعدة أو بدونها هذا قد وصل إلى نهاية عزل نكون كرباخ عن إيران إذن هذه نقطة بدعم أو طواطو أو على الأقل عدم دخول إيران في أي مواجهة مع الذين قدموا على الحدود وسمح لهم بل دعموا روجستيا في الوصول إلى نهاية نهر أركس إذن هذه نقطة مركزية وأساسية الآخرون الأرمينيون أيضا يضغطون على الإيرانيين في كل ما يتحرك المروحيات وغيرها لأنهم مع الأمريكيين فالأولون الآذريون دخلوا لأنهم سيجتمعون إلى الأمريكيين وكل صفحة تتلقها إيران لا من الأرمين ولا من الآذريين فهي مقبولة على الأقل في وعي تراند وبالتالي أصبحت الأمور في نزاع بالأساس حول هذه النقطة لذلك فتحرير كل من كولوجلانج وملط كيشين وكارادير وغيرها وما يسمى بمحيط تتا أيضا وتيري وغيرها غيرها كلها إشارات على أن الام آي ثمانية التي حجزت من الإيرانيين وسلم البعض بل أخطر من ذلك حدث انفجار في نفس الرد الإسرائيلي حدث من جهة ثانية بحيث على أن هناك في ما يسمى مركب بيتروكيميائي كان هناك تفجير بقنبلة زرعها الإسرائيلي وهذا شيء معلوم لأن بالنسبة للمصاد الإسرائيلي كان قد كشف منذ زمن أن هناك عمليات خاصة ينجزها عبر التفجيرات في الصناعة البترولية والصناعة التسليحية على حد سواء هو شيء معترف به لذلك فالرد على حوالي 45 درون التي أسقطها الإيرانيون كان دفع ثمانها مباشرة وقبل بنصف ساعة في تفجير قنبلة في مركز بيتروكيميائي إذن هذه الردود هذا هو تصريف الحساب بالشكل الكافي بالنسبة لكل من أمريكا وتركيا من ناحية منع التقنية الفضائية وأيضا بالنسبة للترتيب الآخر الذي يجري حول الدرون التركي عموما ومستقبله في القوقاس حيث يجب فتح مفاوضات في هذا الاتجاه وهذا ما يريده الأمريكي وطرح السياي على أردوغان أردوغان البارحة التي اقترح عليه هذا الاقتراح رفضه وبل أخطر من ذلك عندما قال إن سياستنا الأمنية لا لا نستشير فيها أحد وأيضا عندما أجاب على الأس أربعمية بأنه لم يستأذن أحدا لأننا لا نعرف ما يفعله الأمريكيون ببساطة فبالنسبة إليه الأمر عادي جدا وهذا ما أثار كثيرا من الأسئلة حول الناتو عندما تكون هناك منظومة أخرى تركية تعمل بشكل مستقل عن الناتو أو موازية للناتو أو على الأقل من داخل الناتو دون أن يستشار الناتو فالمسألة إذن فيها نظر لأننا أمام ترتيب جديد لمنظومة تركية متكاملة بعيدة عن الناتو وبالتالي فإن الأمن القومي التركي يستقل عن الناتو بمنظومة خاصة دفاعية لا وهجومية ولا علاقة لها بمنظومة الناتو إذن هذه مسألة رئيسة كانت فيها حرب سجال اليوم في التصريحات الجارية بين الإدارة الأمريكية وما بين تركيا أخطر من ذلك إذ أن الأتراك عندما لم لم يتعاونوا بخصوص اللوائح الإرهابيين في سوريا أصبحت الضربة الأخرى هي أن الأمريكي هو الذي عزل اليوم وقتل بين قوسين ما يسمى بإرهابيين في إدلب إذن المسألة هو أن العمليات التي كانت تنجزها تركيا أصبح ينجزها الأمريكي في سوريا إذن المسألة هنا اختلفت بشكل كامل في سوريا أصبح الأمريكي يعمل عمل التركي من أجل قول للأتراك عليك بالانسحاب من شمال سوريا إذن هذه مسألة رئيسة أيضا بالنسبة لداخل تركيا بقضية تعليق العمل بالنسبة للسفارة ثالث مسألة بالنسبة لتردد أو تأجيل التردد والتأجيل بالنسبة لنقل مرة أخرى أي سلاح النووي للنيتو إلى الأرض التركية أصبح مؤجلا بدون بخارج الاتفاق الذي حدث بين الحلف الأطلسي وما بين الأمريكيين الأمريكيين وافقوا على الاتفاق ولكنهم لن ينفذوا إذن هذه مسألة ثالثة مسألة رابعة أنه في حدود القوقاس يجب أن يعمل التركي مع الأمريكي لكي لا يكون الضور خاصا بالنسبة للتركي اليوم دوره دور خاص يريد أن يكون الضور للنيتو لذلك فمسألة مينسك بالأساس فاستعادتها يعني أننا أمام إعادة ترتيب جديد هو اليوم داخل حرب حرب نقط ما بين القوى لكن المهم في كل ذلك في كل هذا هو بالنسبة للأمر العسكري الأمر العسكري هي طريقة التحصين الحادثة اليوم وبالنسبة للطريقة التي يعمل بها الآن لأننا أمام أمام آف 16 قدمت من جورجيا باتجاه أذريبيجان وسيكون سلاحا استراتيجيا بالتأكيد وسيكون هذا بعيدا عن النيتو وأي تنسيق مع النيتو هذه إشارة الإشارة الثانية التي البارحة كشفناها والتي فيها 900 درون تركي فوق أراضي أذريبيجان وفي قاعدة واحدة ينطلق منها وقادر هذه القاعدة أن تحمي نفسها من أي اتجاه للصاروخ إنهم يؤكدون مرات اليوم وفي ثلاث ضربات بإسكاد بي وبإسكندر أم على أننا يمكن عن نصر ولا يعني أننا أن هدفنا القادم هو تلك القاعدة لم تتغير ولا طائرة بدون طيار من تلك القاعدة لم يحدث أي شيء بقيت الأمور على حالها وفي انتظار أن يصل هذا الصاروخ الذي سيكون تحت تجريب تشويش عال يمكن من خلال عادة توجيه هذا الصاروخ إلى مناطق عديدة خصوصا اليوم عندما نعرف على أن هناك أكثر من ثلاث سكاد بي انطلق لكنه وقع تحت التشويش تحت التشويش التركي مما سمح لأول مرة للتقنيات التركية أن يكون لها دور في إعادة تدوير أو تحريف هذه الاتجاهات بالنسبة لسكاد بي واليوم استخدمة الإسكاندر أم هذا هو الخطر الذي اعتبره الغرب أنها هزة كبيرة لا يمكن القبول معها إلا بوضع تركيا مرة ثانية تحت سقف الناتو وأردوغان يؤكد أنهم خرجوا من تحت الناتو لأن أصلا لما لأن الأمريكي عمل وحده في ليبيا وعندما عمل وحده في ليبيا عمل أردوغان أيضا وخارج أي تنسيق في القوقاز وعندما عمل أردوغان في القوقاز رد الأمريكيون في سوريا بأن مهمتكم انتهت وأننا سنعمل كل ما كان لكم في وقت سابق بحكم الوكالة أردوغان يرفض الوكالة هذا ما هو مكتشف اليوم خصوصا أمام الـ S400 والتأكيد المباشر على أن هذه المنظومة لن تدخل دمر النيتو ولا شأن للنيتو بها ولا للأمريكيين لا بإذن لا بتحريكها ولا بتجريبها ولا بالوصول إلى إدخالها وإدماجها داخل منظومة أي منظومة خلص يا أكار يؤكد على أن ليست النيتو بالتأكيد هل هي منظومة خاصة يقول أن هي وحدها ليست منظومة خاصة إنه النظام الدفاعي التركي وانتهى هذا الوضع وهذا ما يجعل استراتيجية الدفاعية التركية مفتوحة على أن تكون للأتراك وحدهم شكرا جزيلا وإلى اللقاء